هنا أخ يسأل يقول عندنا مثل يقول استغفر الله العظيم يقول الله يعطي الجوز لمن لا يملك الأسنان الله ينطي جوز للماء عنده سنون مثل هذا دارج متى يقال يشوفوا مثلا إنسان إيجا رزق أو إنسان حصل شهادة والناس يقول عليه والله ما يستهل شون حصلها الشهادة شون قدر يجي هذا المال أو إلى آخره ولك الله ينطي جوز للماء عنده سنون هذا المثال مو بس حرام هذا المثال كفر كفر من ناحيتين فيه إساءتان عظيمتان لجنب الله الإساءة الأولى أننا نتهم الله تعالى بأنه لا يعرف كيف يوزع المقادير والأرزاق الله ينطي جوز للماء عنده سنون كأن الله لا يعرف قل أأنتم أعلم أم الله من المطلع ومن الرازق ومن المالك الله سبحانه وتعالى قل أتعلمون الله بدينكم لا إله إلا الله والأمر الثاني يعني الأول أنه يتهم الله تعالى بأنه لا يعرف تقسيم الأرزاق والأمر الثاني يعترف على الله هو زعلان من هذه الكلمة لما يقول الله إن تجوز للماء عنده سنون زعلان على القدر فهذا من باب الاعتراض على الله هذا المثل كفر فاحذروا منه إخوان كرام جميع الأمثال التي فيها لفظ مقدس كاسم الله أو القرآن أو الدين أو النبي عليه الصلاة والسلام أي مثل به هذا العالي الفاظ تجنبوه احذروه قبل أن تسألوا عنه فقد يقعكم بالكفر أو يقعكم بإثم عظيم أرسل الله تعالى أن يقوم ألسنتنا بما يرضاه لنا سبحانه وتعالى